اشتركوا في القناة ونجدد أيضا اللقاء مع أستاذ المشاهدين ونجدد العزاء لأبي عبد الله الحسين بأبي هو وأمي روحي له الفداء صلوات الله وسلامه عليه وأيضا من الأمور التي نتحدث عنها ودائما ما نستذكرها فمن الشعائر الدينية المهمة هو يوم الحج ومن أهم الأمور في يوم الحج هو الوقوف بعرفة ولعل مصاب الأمام حسين يذكرنا بيوم الوقوف بعرفة لأن الدعاء الذي يذكر هو من أهم الأدعية التي تذكر في ذاك اليوم لا أود أن أطيل أترك التعليق لسيد يعني يتحدث عن فضل هذا الدعاء دعاء يوم عرفة وهو دعاء الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين عظم الله أجورنا وأجوركم أيها المشاهدون الكرام وجعلنا الله وإياكم من الثابتين على خطى الحسين وآل الحسين عليهم أفضل الصلاة والسلام واقعا هذا الدعاء يعني يصح لنا أن نقول لو لم يكن من الحج إلا دعاء الحسين يوم عرفة لكفى واقعا لما فيه من المضامين الأشقية يعني يشعر قارئ الدعاء في ذلك اليوم أنه يعيش حالة من الذوبان حالة من الأشق الإلهي الذي هو غاية السالكين وغاية السائرين إلى الله تبارك وتعالى واقعا يعني إذا نصبر أغوار الدعاء سوف نجده يتحدث في عشق إلهي يعني من أوله لآخره حديث حول الفناء في الله حديث في الوصول إلى الله تبارك وتعالى حديث في الحضور الإلهي الدائم في كل شيء تمثلت لي في كل شيء فلم أجهلك في شيء يعني هو يمثل مضامين كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه مضامين أدعية أمير المؤمنين المضامين أدعية الأئمة باعتبار أن هؤلاء نور واحد كلهم نور واحد فهذه المضامين مشحون بها الدعاء دعاء الحسين يوم عرفة وفيه بعض المطالب ولكن حتى هذه الطالبات تصب في هذا الجانب يعني جانب العشق مثلا عندما يسأل الله تبارك وتعالى يقول إلهي فلا تحلل علي غضبك لحظة هذا مطلب يريده الحسين ولكنه في سياق طلب الرضا من الله تبارك وتعالى فإن لم تحلل علي غضبك فلا أبالي الدعاء فيه تجربة إذا جاز لنا التعبير تجربة دينية أو تجربة عرفانية يعني الحسين سلام الله عليه وهو يدعو لا يقول بأنه أنا أريد أن تستجيب لي لا يقول أنا جربت الاستجابة إلهي في بعض مقاطع الدعاء إلهي دعوتك مريضا فشفيتني لاحظ يقول أندي تجربة دينية وهي لعلها تذكرنا بتجربة زكريا زكريا عندما يدعو يقول ربي إني وهنا العظم مني واشتعل الرأس شيبة لا يوجد عندي مورد من الموارد لم تستجب لي فيه هناك حالة من استحضار الله تبارك وتعالى هائلة مثلا يقول سلام الله عليه متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك أنت دائم الحضور مستمر الحضور لا يمكن أن أفقدك في شيء تجليت لي في كل شيء فما جهلتك في شيء أو مثلا يقول أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك ما يمكن يقول أنت أظهر الأشياء ولذا في فقرة أخرى يقول سلام الله عليه ترددي في الآثار يوجب بعد المزار يعني يقول إذا أردت أن أصل إليك يا إلهي عبر آياتك وعبر آثارك هذا يبعد المسافة علي ولكن فاجمعني أو فأجمعني بخدمة توصلني إليك وهذا هو نفس المضمون المضمون في دعاء أمير المؤمنين سلام الله عليه يا من دل على ذاته بذاته وفي دعاء إمام نازين العابدين سلام الله عليه بك عرفتك هذا ما يعبر عنه المتكلمون أو الحكماء بأنه برهان الصديقين يعني يستدل على الله بذاته لا بمخلوقاته وذلك لأنه هو أظهر الأشياء كما يقول الملهاد السبزواري رضو الله تعالى عليه يا من هو اختفى لفرط نوره أحيانا لظهور الشيء قد يخفى على الإنسان صحيح يا من هو اختفى لفرط نوره الظاهر الباطن في ظهوره فنجد أن كلمات الحسين سلام الله عليه كلها تصب في الأرفان الإلهي في الأشق الإلهي في الفناء الإلهي وفي التجربة الدينية الناجحة التي وصلت إلى غاياتها نعم أيضا سيد من يقرأ الدعاء يجد بأن الدعاء يعني منزوج بالآيات القرآنية نعم فهل يدل على أن الإمام الحسين كان حافظا القرآن الكريم على رغمنا كثير يعني حافظينا أم أن الإمام الحسين خلق مع القرآن الكريم وقال لعله أجمل وأصدق تعبير الحسين هو القرآن نعم ليس أنه متأثر بالقرآن أو الحسين هو القرآن وهناك عبارة للأهل العرفان جميلة جدا يقولون بأن الإمام هو قرآن تكويني نعم والقرآن إمام تدويني يعني عندما نريد أن نتعرف على صفات الإمام بشكل مكتوب وبشكل موثق نقرأها في القرآن الكريم مثلا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هذه المواصفات كلها بلا شك مصداقها الأكمل والأجل والأتم هو الإمام سلام الله عليه فإذن القرآن إمام لكن على مستوى التدوين والإمام قرآن على مستوى التكوين يعني هناك قرآن خارجي قرآن فعلي يتحرك على الأرض هو الإمام سلام الله عليه ولذلك نحن في كل حركة تحركها الحسين سلام الله عليه نقرأ أنه يجسد بسلوكه آية في الحقيقة يعني أولا الآيات التي تحدثت عن الحسين وهو طفل فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى وندعو أبناءنا وأبناءكم هذا سلوك جسده الحسين حينما توقف الدين عليه وعلى تأمينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم يا أهل بيتي أنا سأدعو وأنتم أمنوا من بعدي توقف حفظ الدين ونصرة الدين على الحسين وهو طفله لاحظ فأمر طبيعي جدا أنه هذا الدين ممنون للحسين سلام الله عليه متوقف على الحسين في كل مراحل عمره قبله تبارك وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا كلهم هذا خطابهم إنما نطعمكم لوجه الله الحسين وهو طفل هذا خطابه هذا أسلوبه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطاهركم تطهيرا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة هذه آيات أنزلها سلوك الحسين وسلوك أخ الحسين سلوك أم الحسين سلوك أبي الحسين سلوك جد الحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأيضا الآيات التي تنطبق عليه كآيات الجهاد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا الذين إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص لحظوا أصحاب الحسين وأهل بيت الحسين سلام الله عليه عبر عنهم الحسين بأنه أما بعد فما رأيت أهل بيت أوصل ولا أبر من أهل بيتي ولا أصحابا خير من أصحابي أو خير من أصحابي لحظ هذا البنيان المرصوص واضح حينما يأذن لهم الحسين سلام الله عليه يتفانون بين يديه يرمون عمائمهم على الأرض منادين قبح الله العيش بعدك أبا عبد الله لحظ هذه حالة البنيان المرصوص وهكذا أنت كلما تأخذ آية من آيات الكتاب تتحدث عن صفات الكمل من البشر صفات المخلصين صفات المحسنين صفات المتقين صفات المقصطين هؤلاء كلهم تنطبق على الحسين سلام الله عليه وعلى أهل وعلى أهل بيته وعلى أصحابه لذلك أقول بأنه وجود المضامين القرآنية في هذا الدعاء العظيم ناشئة من كون الحسين هو قرآن أساسا يعني جسد وهذه حالة عامة في حركة أهل البيت سلام الله عليهم أنهم يجسدون الدين في جانب بين الجانب القولي والجانب الفعلي فكما أن فعل الحسين سلام الله عليه آيات كذلك قوله وكلامه وحديثه أيضا مشتمل على القرآن وعلى الآيات يعني ما الذي أراد الإمام الحسين صلى الله عليه وإيصاله من خلال هذا الدعاء الحسين صلى الله عليه وسلم عليه في هذا الدعاء طبعا كان بحال من التذلل لله تبارك وتعالى حتى أنه قرأ هذا الدعاء الطويل وهو واقف إلى ميسرة الجبل لاحظ ربما يستغرق الدعاء أكثر من ساعة حينما يقرأه الإنسان بتمهل وتأوده فكان سلام الله عليه واقف يقرأ الدعاء وهو واقف وكانت عيناه تنهمران بالدموع في طيلة الدعاء ثم في بعض مقاطع الدعاء انهمرت دموعه بشكل غزير جدا كالقرب يعني في تعبير الراوي أنه كانت الدموع تتحادر على وجنتيه كالماء من القرب مبالغة في كثرة الدموع وهذا كله بلا شك يريد الحسين سلام الله عليه من خلاله أن يقول للحجيج بأنكم أنتم في هذا اليوم يوم عرف الذي كما ورد في الروايات يؤمل للأجنة أن تعطى رزقها وهي في أرحام أمهاتها هذه الحالة يقول هذا يوم لا يرجع فيه العبد خالي الوفاض من هنا حسين سلام الله عليه في بعض مقاطع الدعاء كان يطلب هذا الطلب وهذا هو يقول أهم طلب يقول سلام الله عليه إلهي أسألك حاجتي التي إن أعطيتنيها لم يضرني ما منعتني وإن منعتنيها لم ينفع ما أعطيتني لاحظوا حاجة واحدة تعادل كل شيء وإذا فقدت كل شيء لا يسوى ولا تكون له قيمة وهي فكاك رقبتي من النار لاحظوا حسين سلام الله عليه يقول هذا يوم ينبغي أن نتقرب فيه إلى الله ونتوسل إليه بأن يفك رقابنا من النار ومعنى أننا نطلب هذا الطلب أننا نحقق عوامله نحقق موجباته نحقق أسبابه فإذا حسين صلى الله عليه وسلامه عليه في الحقيقة لا شك أن هذا الدعاء مشحون بالرسائل التي يريد الحسين صلى الله عليه وسلامه عليه أن يرسلها لنا ولكن أكبر رسالة هي هذه أننا نعيش حال من التصديق بيوم الدين كلما طرأ على ذهننا أن نترك طاعة أو أن نقترف معصية نحن قد عاهدنا الله سبحانه وتعالى أننا لا نطلب منك إلا هذا الطلب وهو فكاك رقبتنا من النار وإذا كنا كذلك والله تبارك وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي يعني هناك ينبغي أن يكون تبادل هم يستجيبوا وأنا أستجيب فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي ولعلهم أو لعلهم يرشدون حسين صلى الله عليه يقول هذا الطلب وهو طلب فكاك الرقبة من النار مرهون بأن نهيأ أسبابه نعم أيضا يعني من الأمور التي نتحدث عنها الجانب الإعلامي إن صح التعبير الإمام حسين صلى الله وسلم عليه كانت هناك مقومات إعلامية في يوم الدعاء على سبيل المثال اختيار الزمان والمكان المناسبين بالإضافة إلى قدوم الحجاج ماذا أراد إمام حسين أن يوصل أيضا للحجاج القادمين من خلال هذا الدعاء طبعا هذا الدعاء في الحقيقة ليس في العام الذي خرج فيه إلى كربلاء نعم السنة التي خرج فيها إلى كربلاء وهي سنة ستين للهجرة لم يقف الحسين سلام الله عليه خرج في اليوم الثامن منذ الحجة بعد أن حول حجه إلى عمرة مفردة وطاف طواف النساء وحل من إحرامه ثم خرج من مكة في يوم التروية في اليوم الثامن نعم هناك كانت أبعاد إعلامية ولكن في هذا الدعاء البعد الإعلامي إذا جاز لنا أن نعبر هو بعد الأخذ أخذ الناس إلى الله تبارك وتعالى يعني عندما نريد أن نطرح للناس أسلوبا وخطابا يتعاطى مع الله تبارك وتعالى نطرحه من خلال دعاء الحسين يوم عرفة لأنه هذا الدعاء يخاطب القلوب يخاطب العقول يخاطب الأنفس يخاطب الأرواح تجد بأنه يحاول أن يملأ كل فراغ في هذه الجوانب ومن هنا نتصور حينما نريد أن نطرح أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام حيثية مهمة وجانب مهم من طرحهم للناس دعاءهم أو أدعيتهم وخصوصا أن كثيرا من علمائنا يقولون بأن أدعية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم مملوئة بالمعارف يعني بالإضافة إلى البعد المعنوي والروحي الذي يربط الداعي بالله تبارك وتعالى ويهذب نفسه يقوم أخلاقه أيضا هي تحتوي على معارف وعلوم وثقافة وأفكار يقول هؤلاء العلماء أن الأدعية تحتوي على معارف أكبر بكثير من المعارف والعلوم التي توجد في الروايات وذلك لأن الروايات يتكلم الأئمة سلام الله عليهم من خلالها مع الناس ولا بد أن ينزلوا فيها إلى مستوى الناس نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولها على قدر عقولها ولكن في الدعاء في الدعاء أو في المناجات أو في الابتهال يتكلم الإمام مع الله تبارك وتعالى والحديث مع الله ينبغي أن يكون لائقا بجلاله وبساحة قدسه فمن هنا الإمام يستجمع كل قدراته الأدبية والعلمية والثقافية والفكرية والعقدية والفلسفية وكل قدراته لأنه يريد أن يتحدث مع الله تبارك وتعالى من هنا يعتبر دعاء عرفة مملوءا بالمعارف المختلفة ولذلك تجدون حتى أن بعض معارفه ترتبط بخلقة الإنسان يعني لو أذن يعني كنت أنا مع مجموعة من أحبتنا وإخوتنا في الحج من الأطباء وبعض الأطباء المتخصصين في العظام مثلا وحينما وجد الحسين سلام الله عليه يتحدث عن تفاصيل خلقة الجسد وكأنه يشرح جسدا لاحظوا بلا شك هذه تمثل معارف معارف لم يصل إليها الطب على تطوره لنفرط في ذلك الزمن لم يصل إليها مما يكشف أنه هذه المعارف التي توجد في الدعاء لا توجد عند غير الإمام سلام الله عليه وعند غير الإم عليهم أفضل الصلاة والسلام فإذن أقول البعد الإعلامي بالدرجة الأولى الذي يريد أن يوصله الحسين سلام الله عليه إلى الناس أننا نحن أهل بيت هكذا فضلنا الله على الآخرين آتانا علما وآتانا رحمة وآتانا نعمة منه بحيث ألهمنا هذا المستوى من بيان هذه العلوم نعم أيضا يعني لربما النقطة التي أود أن أشير إليها هي خروج الإمام الحسين قبل نهاية الحج نعم هل يعني يعتبر جواب لكثير من التساؤلات تدى الحجاج القادمين في ذلك الوقت هذه كما أقول في سنة ستين يعني ليست في نفس السنة التي قرأ فيها الدعاء ولكن بلا شك تلك مثلت بعدا إعلاميا طبعا الحسين صلى الله عليه وسلامه عليه قبل خروجه خطب خطب خطبة وبيّن فيها وهذا من امتيازات امتيازات اطروحة إذا جاز لنا التعبير اطروحة الإمام الحسين أو خطاب الإمام الحسين مشروع الإمام الحسين أنه كان صريحا وكان شفافا مع قواعده يعني في هذه الخطبة التي خطبها في مكة قبل خروجه قال بسم الله وما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة وما أولهني إلى أسلاف اشتياق يعقوب إلى يوسف وخير لي مصرع أنا لاقي كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلة فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبة لا محيص عن يوم من خط بالقلم رضى الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين ثم يقول ألا فمن كان باذلا فينا مهجة موطنا لاحظوا هذا الخطاب الشفاف ألا فمن كان باذلا فينا مهجة يعني نحن نريد أن نخرج لنقتل لنستشهد في سبيل الله موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله هذا بعد إعلامي أثار الناس الناس ولذلك كل من كان يتحدث مع الحسين يبنى رسول الله اليوم الثامن الناس تذهب إلى ميناء طبعا هو الاستحباب أن يبيت الحجاج ليلة التاسع في ميناء ثم يخرجون صباحا يتوجهون إلى عرفة ثم يقفون ظهر يوم التاسع إلى الغروب في يوم عرفة فكان كل من يرى الحسين خارجا يقول له يا ابن رسول الله الناس قد أتت لتحج بحجك لأنهم على عهد معه بدعاء عرفة في السنوات السابقة فكل من يصادف الحسين يقول له يا ابن رسول الله قد جئنا لنحج بحجك وأنت خارج في هذا اليوم الناس تذهب إلى ميناء وأنت خارج من مكة فجواب هذا السؤال جزء منه في الخطبة جزء منه كان الحسين صلى الله عليه يقول إن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرني بأمر وأنا ماض إليه أمره قال له يا حسين شاء الله أن يراك قتيل مدرجا بدمك شاء الله أن يراسي نساءك سبايا على أقتاب المطايا هذه كلها مثلت مثيرات وإثارات ولذلك الحسين صلى الله عليه بهذا الخطاب الصريح قال ألا فمن كان باذلا فينا موجته يعني أنا بما أنني أمتلك المشروعية فمن أراد أن يأتي معي فإتيانه معي بلا شك سوف يكون أهم من الحج أهم من الحج لأنه هذا المشروع وهذه الشهادة وهذا الفداء في سبيل الله سوف يثبت الحاج ويبقي الحاج ويبقي الصلاة ويبقي معالم الدين وشعائره نعم إذن في ختام هذا اللقاء لا يسعنا أن نقول إلا بأبي أنت وأمي يا باب عبد الله عبد الله وهذه المصيبة العظيمة التي نستذكرها في هذه الأيام وهي مصيبة معنا في كل اللحظات وفي كل الأوقات وبإذن الله نستلهم منها كثير من القيم التي نرسلها للسادة المشاهدين كل الشكر وتقدير لك سماعة سيد محيدين المشعلة لهذه الكلمات الطيبة ولكم أيضا وكم كنت أتمنى أن يطول الوقت أكثر حتى نناقش كثير من المحاور ولكن دائما الوقت يسبقنا وبإذن الله لدينا فقرات أخرى أيضا نناقشها معاك ومع كثير من القيم من مدرسة الإمام الحسين صلى الله عليه وصلى الله عليه على أمل أن نلتقيكم سادة المشاهدين بفقرات أخرى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر